الفنان المصري حالته صعبة؟ طبعا طبعا أنا بتكلم على مستوى العالم طبعا أي فنان حال صعبة؟ لأن رأسماله هو رأسماله هو ده لو أستاذ حسين الشربيني الفنان العظيم الذي أرحمه كان بيتوضع الكسر كان بيتوضع ان ما اشتغلش يوم انتهى الموضوع انت أدواتك انت انت انتهى الموضوع واحنا كأسرة فنية لأ عندنا تكافل عندنا تكافل ببعض ما بنسبش بعض ما بنسبش بعض ولكن أنا بجد جوايا غصة من الطريقة اللي بدأت تطلع موضة طب ده حضرتك ده إحساس عندك انت ولا إحساس عند يعني فنانين كتير أنا هتكلم عن نفسي وبهتكلم عن نفسي لأ أنا ما برداش اتكلم في الحاجات دي حتى على الجروب أساسا لا ما برداش ما برداش يعني أنا ليه لأن انا لو اتكلمت على الجروب ممكن خلي بالك الجروب عليه مئات انت يعني ممكن حد يقول ده أشرف قال لي ده شريف تلع قال كذا وشريف يعني فأنا بحتفظ بذلك ولكن أنا عايز أحذر من هذه الوسيلة اللي بتوهين الفن والفنانين اللي عايز حاجة النقابة موجودة البيت الكبير موجود القصة الفنية موجودة إحنا بنكفل أنا أقسم لك بالله أنا قبل ما جيلك بشوية الفنان في الان في الان يتكلمني أنا عملت شيء باسم النقابة أنا أنا يمكن الوحيد اللي تكلمت بقى يعني عنه يعني ياسر جلال لأن ياسر ياسر عمره ما بيتكلم عمره في حياته ما بيتكلم ياسر لو هو صاحبك كلامه قليل ما بيكلمش ياسر يعني